الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل المسار السياسي لرئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله الحريري على أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أي خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا من جانبه أشهد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شط الأصعدة مؤكدا تقدير بلاده للدور المصري الحيوي كراكيزة أساسية في حظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مؤكدا على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية وخلال استقباله رئيس مجلس الأم الكويتي مرزوء الغانم أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات كما أشار إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة من جهتي ثمن الغانم دور مصر ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار في الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهمتها في التنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربية استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي جون كريستمن رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول تناول اللقاء بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ المنتد للشركة وصوابق نشاطها في مصر من جانبه أشاد جون كريستمن بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة لرئيس السيسي والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالميا أيضا أعلنت وزارة الصحة خروج ألف وخمسة متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إقمالي المتعافين إلى مائتين وعشرين ألفا وخمسمائة وثلاثين حالة وفي بينها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل تسع وثمانين حالة إصابة جديدة وست حالات وفا قام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بتسليم تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس ميشيل عون هذا وقد أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس عون أبلغ الحريري أن تشكيلة المقترحة بالأسماء الوردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور وتسلم الرئيس عون من الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف مختلفا عما كان الاتفاق عليه سابقا تختتم اليوم فعليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت عنوان في القراءة حياة وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري بالرغم من ظروف كورونا العصيبة وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أي تحديات تطرأ على ساحتها نهاية موجزة ثمنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل